السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاح حامد ومستمر معاكم في سلسلة البيت الذكي كيف تبني بيتك من الصفر ليكون كل شيء فيه متصل مع بعض وبيشتغل بشكل مؤتمة أو عن طريق صوتك أو عن طريق التطبيق أو إذا أنت حاب بالأسلوب القديم تيجي على الشغلة وتعطيها شلوت فيجركم تشتغل هذه الحلقة راح تكون مخصصة للحديث عن الطرق أتمتة التنظيف في البيت شيء مش الكل ممكن يفكر فيه لأنه أنت بالعادة ممكن تفكر مثلما تكلمنا عن الحلقات السابقة كيف تأتمت وتتحكم بإنارة بيتك كيف تتحكم بالحرارة كيف تتحكم بأمور مثل هاي ولكن التنظيف هو شيء مش على بال كثير من الناس وللأسف ما وصلنا لمرحلة أنه يكون فيه روبوت كليا بحجم بني آدم يدخل ويكنس نظف الشبابيك ويكتل غبرة وبعدين يرجع يحط حاله على الشحن لسه مش موجود هذا الأي شيء على حد يلمي في هذا الفيديو راح نناقش مجموعة من الأدوات اللي أنا شخصيا بستعملها بشكل يومي في حياتي وبعتمد عليها بشكل عملاق جدا ولكن هذا الشيء راح يطلب على عكس كل الفيديوهات السابقة أنه لا يوجد أداب تقدر أنك تحولها لتصير قادرة على أنها تعمل عن طريق الصوت وبشكل مؤتمد بالفيديوهات السابقة تكلمنا عن طريقتين لكل شيء أنك تستبدل الجهاز بجهاز ذكي أو أنك تحول الجهاز اللي عندك إلى الجهاز ذكي هذا الفيديو ثم أنتوا شايفين راح يكون عن كيف تحصل على أدوات وظيفتها أصلا مبنية بهدف أنها تعمل هذا الشيء كله بشكل ذكي فبدون أيتأخير خلينا نبلش هذه هي الرنبة التسعمية وثمانين اللي كانت مسبقا أعلى فئة موجودة لدى مكانس آيروبوت وبكل بساطة هي عبارة عن قرص دائري اللي بيكون فيها العجال من الأسفل وحسسات من على الإطار بالكامل سواء من على الأمام عن طريق حسسات الآي آر أو من الأعلى عن طريق كاميرا اللي بتقدر أنها تشوف شو فيه أمامها موجود بالضبط أو من أسفل الجهاز من على كل الأطراف اللي بتقوم برؤية إذا أنت وصلت إلى طرف أو حفة شيء معين مثل الدرج أو نهاية باب أو شيء مثل هيك بالإضافة لأنه الواجهة بالكامل بتقدر أنها تحس الصدمات مباشرة أول ما أي شيء يخبط فيها أنه في عندك أبجكت أو شيء أو جهاز أو غرض موجود أمام هذه الممكنسة لأساس أنها توقف وتغير اتجاهها أو تحاول تلف حواليه هذا الجهاز بالنسبة إلي إلو يستعمل بشكل يومي من لما نعمل عنه الفيديو لليوم والتي استحوذت عليه لحد كبير اللي بالنسبة إلها هذا الجزء لا يتجزأ من البيت صار وشيء أساسي لأنه مع أنه لا يعد بديل للتكنيسة العادي أنك أنت تيجي تقدر تنظف الأشياء الضخمة جدا والأمور هاي لكن 90% من الأوساخ اللي بتتراكم في بيتي وفي بيتك بتكون إما غبرة من الجو بشكل عام أو اللي هي أشياء صغيرة جدا سواء من مأكولات أو من أمور صغيرة بالحجم مش ضخمة الأشياء الكبيرة بالعادة إحنا بنتعامل معها بشكل مباشر بحكم الحجم لكن الغبرة والتراكم على مدى الزمن هو شيء إحنا ما بنتعامل معه بشكل يومي فكل ما يجوا عندنا ضيوف على البيت هذا الجهاز مباشرة أعرف بعد ما يروحوا أنه راح يشتغل في بيتي لتفريغ الأوساخ اللي موجودة منه الخزان موجود على ظهر الجهاز اللي بتسحب الخزان بالكامل وبتفتح الغطاي وبتقدر أنك تفضي كل اللي فيه كل فترة وفترة لازم تبدل الفراش اللي بيكون موجودة واللي بتسحب الأوساخ نفسها من أسفل الجهاز وأيضا في عندك الفرشاية الدائرية اللي بتقوم بسحب الأوساخ لا توديها على داخل الخزان الخاص بالأوساخ اللي موجود في هذا الجهاز أيضا فيه إلو إكسسوارات إضافية مثل البرج الصغير اللي بيقوم لحاله بتحديد حائط رقمي للجهاز على أساس أنه يعرف ما يتعدى هذه المنطقة فهذا الكلام إذا كان فيه عندك منطقة معينة حاط فيها أشياء حساسة زجاجية ما بدك يخبط فيها أو بكل بساطة ما بدك تنظف هذا الجزء من البيت وفقط بدك تنظف نصه بإمكانك أنك تعمل هذه العملية باستخدام هاي القطع وأيضا في عندك الدوك ستيشن الرئيسية اللي كل مرة هاي القطعة بتخلص فيها تنظيف بترجع مباشرة وبتشحن نفسها على هذه القاعدة وكل هذا الكلام يتم التواصل فيه لإلك عن طريق التطبيق الخاص بآي روبوت فالتطبيق بيقدر يفرجيك كم مرة الجهاز نظف متى آخر مرة نظف فيها هل وجد أوساخ على الأرض أو لا شو حالة الجهاز نفسه من ناحية إذا كان الخزان الخاص بالأوساخ مليان أو مش مليان وأيضا بيعطيك فكرة بشكل عام عن إذا صارت مشكلة في الجهاز لحاله بإمكانك أنك تجدول متى هذا الشيء بيشتغل وطبعا بكل تأكيد هذا الشيء متفاعل وبإمكانه أنه يتصل مع أجهزة سواء مساعد أمازون أو مساعد جوجل لكن هذا الجهاز ما كان فيه صراحة من وجهة نظري فيه تحديثات كبيرة ممكن يعملوها لأنه ما كنت متصور شو الشيء اللي ممكن يطلقوا فيه بعد هيك ولكن حقيقة يعني شركة آي روبوت ما بتخيف الظن أبدا لأنه الشيء اللي تطلعوا فيه بعد هذا هو الرومبا آي 7 بلس الرومبا آي 7 بلس هي نفس الفكرة اللي موجودة عليها عن الرومبا 980 بحيث أنه نفس الشكل قرص فيه تحديثات بسيطة على نفس الشكل بحيث أنه الأزرار اللي موجودة عليه أصبحت الآن شكلها أفضل وألطف الكاميرا اللي موجودة عليه أيضا أصبحت الآن شكلها أجمل وفي عندك الواجهة نفسها بنفس الأسلوب ونفس الشكل لما تقلب الجهاز على ظهره أيضا راح تلاحظ أنه في عندك نفس فكرة العجلات اللي موجودين أو العجال بالإضافة للحساسات اللي موجودة على المحيط والكامل وفي عندك أيضا التنك اللي موجود بالزاوية اللي أيضا كل هذا الكلام مطابق لنفس الرومبا 980 اللي موجودة من فترة لكن في عندك شيء جديد ألا وهو عبارة عن فتحة موجودة في الزاوية اللي الهدف منها بكل بساطة هو أنه الجهاز يقوم بتفريغ الأوساخ اللي موجودة في داخله كل ما يكون مفلل أو كل فترة وفترة حسب الجدول اللي أنت بتحطه عليه نعم القاعدة الخاصة بهذا الجهاز هي ليست مثل الـ 980 فقط عبارة عن قاعدة شحن بل هي عبارة عن سلة مهملات بإمكانها أنها تشفط الأوساخ اللي بتكون موجودة بنفس الـ i7 Plus على أساس أنك حتى مسألة التنظيف أو أنك تعتني فيها بشكل يومي ما تكون هالإشكالية والغلبة الكبيرة عليه هذا الأمر راح يسمح لك أنك تجمع أوساخ فترة طويلة في نفس السلة والقاعدة الرئيسية اللي يأتي فيها كيس نفس بالضبط الكيس اللي بتلاقيه في المكنسة العادية أو الشيء الاعتيادي اللي موجود في السوق اللي بتقدر أنك تفرغها مباشرة بالقمامة وكل أمورك بتكون تمام لكن الأمور الذكية مش بس بتوقف عنده هون الفرق مش بس هي أنه فيه سلة وهنا ما فيه سلة وهنا فيه أصلاً أو ما فيه طريقة لأنها تفرغ الواسخ اللي فيها وهناك موجود بل أيضاً الـ i7 Plus اجت مع تحديثات سوفتوير كبيرة وزيادة حساسات على أساس أنها تقدر تحدد هي وين بالضبط في البيت اللي أنت فيه فلما تيجي وتمرن هذا الجهاز عدة مرات على مساحة بيتك والشي اللي موجود عندك رح يكون خريطة تماماً مثل ما بتعمل الرومبا 980 ولكن الفرق أنها بتقدر أنك تحدد بالضبط وين كل غرفة وين حدودها وشو تقدر تنظف وشو ما تقدر تنظف وبالتالي بتقدر أنك تخليها تعرف مباشرة أنه والله هون غرفة النوم وهون الصالون والمطبخ مثلاً ما تدخلي على المطبخ أو بتقدر أنك تعرفها على بيتك بالضبط وين المناطق اللي بحاجة لاعتناء بشكل أكبر وبالتالي الجهاز نفسه بقدر أن يركز عليها وما يركز على المناطق الثانية عدا عن ذلك أيضاً بإمكانك أنك تتحكم بهذا الموضوع كله باستخدام صوتك تب تقدر تطلب من آيروبوت من هذا الجهاز أنه يقوم بتنظيف غرفة معينة عندك في البيت بناء على الخريطة اللي انتهتتها والتدريب أخذ معي ما يقارب الأسبوعين إلى ثلاث أسابيع وأنا متاركها بشكل تلقائي لحالها تلف بالبيت وتنظف فيه أيضاً للناس اللي عندهم أكثر من طابق في بيتهم مثل بيتي على سبيل المثال بتقدر أنك تخزن عدة بروفايلات لإيش البيت اللي انت قاعد بتنظف فيه بالزبط فبتقدر تحدد أنه هذا الطابق الأول هذا الطابق الثاني هذا الطابق الثالث ونفس الكلام بتقدر تعمله من ناحية توزيع الغرف اللي عليه فبتقدر أنك تحدد طابق مثلاً فيه صالة وصالون ومطبخ طابق يكون فيه غرف نوم طابق يكون فيه مجلس بتقدر أنك تحدد كل واحد من هذول الطوابق وتعرفه على هذا الجهاز نعم سعره شوي مرتفع ولكن بالنسبة للشيء والوظيف اللي أنا بحصل عليها منه صدقاً هو شيء رائع ومش بالضرورة أنك تلتزم بأنك تروح لأعلى خيار موجود على وهو الـ i7 Plus لا تزال الرومبا 980 إحدى الأمور الأساسية بالنسبة لبيت أهلي على سبيل المثال وهي شيء يستعمل بكثافة وحقيقةً هذا الشيء سواء أنت بدك تشتريه لنفسك بدك تشتريه لوالدتك بدك تشتريه لزوجتك بدك تشتريه البيت اللي بتقعد فيه أنت والشباب راح يرجع قيمته لحاله لأنه حقيقةً استثمار بالبداية قد يكون عالي ولكن الفترة اللي بيخدم فيها وقديش بيجنبك وجع ظهر وتنظيف بشكل عام لأنه أول بأول بيظل ينظف في كل شيء هو شيء رائع لكن احرص إذا كان في عندك حيوانات في البيت يعني مش مناسب جداً أنك تجدوله بشكل تلقائي يشتغل وفجأة إذا كان في عندك بيسس أو عندك كلبة على سبيل المثال في البيت ممكن يدخل في معركة مع هالأجهزة فراح ترك روابط لكلام من الـ 980 لبراظا الـ i7 في صندوق الوصف بالأسفل سواء من أمازون الإمارات أو من أمازون مباشرة للي مهتم أنه يشتريهم هذا كان كل شيء لهالفيديو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا رابط لقائمة التشغيل بالكامل إذا مهتم أنك تتعرف على كيف تقدر تأتمت بيتك من ناحية الإضاءة من ناحية الحرارة من ناحية كل شيء موجود عندك في البيت راح يكون موجود أيضاً في صندوق الوصف هذا كان كل شيء لهالفيديو كم معكم صلاح حامد في أمان الله